قال السفير والصيني لدى مصر اليولي تيانغ إن الصين ستمنح مصر 300 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا مجانياً وذلك بناء على الصداقة العميقة والشاركة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين مضيفاً أن الحكومة الصينية ستقدم التسهيلات للجانب المصري لشراء اللقاحات الصينية في اللحظة الحسم لمكافحة فيروس كورونا الجديد عفت الصين بالتزام الرئيس سيني الشي جنبين بتقديم اللقاحات كمنتج عام للدول النامية وخاصة الدول الأفريقية وقررت الحكومة الصينية تزويد مصر ب300 ألف جرعة من اللقاح وذلك سيساعد مصر على التخالب على الوباء وعودة لحياة الاقتصادية والاجتماعية بأسرع وقت ممكن إلى توبيعتها وحماية الصيحة والسلام الشعب المصري السفير لياؤ أكد أن الصين ستمنح الأمان العام للجامعة العربية كمية من اللقاحات مجانياً كما قال السفير لياؤ إن السفارة ستساعد صينيين المغتربين في مصر على تلقي اللقاحات خاصة للقاح الصيني وذلك لحمايتهم اشتركوا في القناة